من انتخابات مجلس المحافظة وانصاف المحافظة واهلها واعادة الحقوق المسلوبة الى اصحابها اسوة بالمحافظات الاخرى واشار المعنيون الى ان اجراء انتخابات مجلس محافظة كاركوك من شأنه زيادة صلاحيات ادارة ومجلس المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى وبما يعود بالفائدة على جميع مكونات محافظة كاركوك على حد سوى يشار خالد تابع هذا الموضوع كشف الناب عن التحالف الكردستاني ديلير قادر عن أن تشريع قانون لانتخابات مجلس محافظة كاركو مهم وضروري لمحافظة كاركو وابنائها مشيرا إلى أن هناك معلومات تحدثت خلال الأوينة الأخيرة عن مطالبات من الحكومة الاتحادية بالتريث في إصدار قانون انتخابات مجلس محافظة كاركو واصفا هذه المطالبات بالمستغربة والمثيرة للشبهات قمنا بجهد من موثلي كل المكونات في مدينة كاركو لتشريع مقترح قانون حتى يتم حسب هذا القانون إجراء انتخابات في محافظة كاركو وكان هذا برعاية الأمم المتحدة والصفارة الأمريكية ورئاسة البرلمان إلى الآن مقترح القانون موجودة عند الرئاسة البرلمان ونحن نطمح بتشريعها حتى يكون لمحافظة كاركوك أيضا يمارس دورها الانتخابي وحقها الانتخابي وهناك عقاويل سمعنا بأن هناك كتاب من أمانة العامة لمزلس الوزراء وجهت إلى بعض اللجان بأنه لا يسمحون أو لا يمررون هذا القانون إذا كان هذا صحيحا فنحن بالتأكيد نؤكد أن أمانة العامة لمزلس الوزراء قد جاوز صلاحياته وهذا ليس من اقتصاصي ونقوم برفع دعوة عليهم في المحكمة الاتحادية لتجاوز صلاحياتهم وعرقلت حق مواطن العراقي في مدينة كاركوك من حقوق من إداء حقوقهم الانتخابية أعلاميون ورجال قانون أكدوا أهمية إجراء الانتخابات المحلية في كاركوك لعادة الصلاحيات المسلوبة من كاركوك اسوة بباقي المحافظات العراقية واصفين مخاوف البعض من الانتخابات بغير الواقعية والبعيدة عن الحقيقة إن انتخابات مجلس محافظة كاركوك إذا جرى يتوسع فيه صلاحيات المجلس كبقية المحافظات التي تم انتخابات مجالس فيها والحكومة العراقية على دراية تامة بالواقع الأحال في كاركوك ويدري بإجراء انتخابات تغيير هذا الواقع الوضع الراهن الحكومة الاتحادية خشية من نقطتين مهمتين لم تقم بإجراء الانتخابات في محافظة كاركوك أولا خشية من ازدياد عدد نفوس كاركوك وهذا شيء واضح ومعلوم الأكثرية الكردية الموجودة وبالتالي فهناك تحصل أكثرية في عدد أعضاء مجلس محافظة كاركوك من الكتلة الكردية مما يؤدي إلى إتخاذ قرارات صائبة ومصيرية ومنها إتخاذ قرار بإلحاق كاركوك إلى أقليم كردستان وهذا حق مشروع للشعب الكرد في كاركوك ثانيا بموجب القانون رقم بقانون 21 للسنة 2008 هذا القانون أعطى صلاحها تواسعة لمجالس المحافظات فالحكومة المركزية بوقتها استثنى محافظة كاركوك من هذه القانون وهذا ألحق أضرار جسيمة بمحافظة كاركوك وعدم إجراء الانتخابات فأنا أطلب الممثلين الأكراد في مجلس الوطنية في مجلس النواب العراقي وكذلك في مجلس المحافظة ومن الكتلة السياسية الكردية الضغط بكل الوسائل القانونية المطلوبة لإتخاذ إجراءات إنتخابات مجلس محافظة كاركوك في عسرع وقت مبك إجراء انتخابات مجلس محافظة كاركوك بات مطلبا جماهيريا وشعبيا منحا لإنصاف المحافظة وابنائها وإعادة حقوقهم المسلوبة يشار خالد فضائية كاركوك في موضوع آخر كدى عضو لجنة الأمن ودفاع نيابية حسن جهاد اللجنة لا تعرف التفاصيل متعلقة بمؤتمر مكافحة الإرهاب اللذي يناقد خالد فضائية